مستمعي الكرام وما زال حديثنا أيضا عن المكتبة موصولة والآن لابد لنا من وقفة مع خاصية من خصائص الإنسان لقد أوضع الحق تبارك وتعالى في الإنسان خاصية الأدب الجم والسلوك النبيل في التعامل مع الأشياء كلها مادية كانت أو روحية موجودة كانت أو مضمونة المكتبة أدوات وبالمكتبة أماكن وبالمكتبة الكتاب وهذه الكائنات الأساسية في حياة الإنسان لابد أن يقف معها وأن يتعامل معها تعاملا يليق به كباحث ويليق به كإنسان وها نحن أولاء نقف مع آداب التعامل مع الكتب وآداب التعامل مع المكتبة أما آداب التعامل مع المكتبة فإن أول ما فيها هو الكتاب إذ إنه هو الأساس كما قلنا في بناء العملية التعليمية وبناء البحث العلمي الصحيح فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحراها وأن يسير عليها الباحث في تعامله مع الكتاب في مقدمتها أنه لا بد أن يقتني الكتاب الذي يحتاج إليه ما أمكانه إما بالشراء أو بالإجارة أو بالإعارة بأي وسينة كانت لأن الكتاب هو منبع علمه ومناط فكره أيضا يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه منها ومن لا ضرر منه بها إذ إن الكتاب هو خير رفيق للإنسان فلابد أن يتعامل مع رفيقه على مثل ما يعامل به رفيقه من الأحياء كذلك إذا نسخ الباحث أو الطالب أو المتعلم الكتاب أو طالعه فينبغي عليه أن لا يهمل التعامل معه حيث لا يضعه على الأرض مفروشا أو يجعله مرذولا بين الأشياء حتى يعرضه للخطر بل لابد أن يضعه بين كتابين أو شيئين مثل ما يحافظ الوالد على ولده لأنه منبع فكره وعلمه كذلك من آداب التعامل مع الكتاب أن يتفقد الكتاب أولا وآخرا وواسطا وأن يرتبه إذا أراد وأن يعيده بطريقة طيبة إن استعاره أو اشتراه كذلك من أهم آداب التعامل مع الكتب أنه إذا نسخ منها شيئا وسواء كت هذه المكتوبات أو هذه الكتب من كتب العلم الشرعي فيستحب له أن يكون على طهار مستقبلا القبلة طاهر البدن والثوب إذ إنه يتعامل مع كتب تتعلق بذات الكريم سبحانه أو كتبا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كتبا تتعلق بالعلم الشرعي أيا كان وأخيرا يجب على الباحث أن يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخة التي بين يديه إذ إن النسخة التي بين يديه ليست حكرا عليه وحده وإنما هي كلأ مباح أمام الباحثين ليعودوا إليه إن أرادوا ومعد أن وقفنا على أداب التعامل مع الكتب فلابد لنا أن نقف مع الآداب التي ينبغي أن يتحراها الباحث مع المكتبة من أداب التعامل مع المكتبة المحافظة على أثاث المكتبة وكل ما فيها من تجهزات وآلات والابتعاد عن العبث بها إنها مال محترم ومال عام للجميع فلابد أن يحافظ عليه الباحث أيضا لابد أن يرفق الباحث في فتح واستخدام نوافذ وأبواب المكتبة مع مراعاة حق الغير في التعامل وكذلك من أداب التعامل مع المكتبة السعي إلى نظافتها والحفاظ على المكان والحوائط والجدران بدلا من أن يكتب عليه كتابات مسفهة أو أن ينظر الذي يأتي من بعده إلى هذا المكان فيراه وقد تركه معطوبا أو فيه الأذى النفسي أيضا من بين أداب المكتبة أو التعامل معها خفض الصوت خاصة للزائرين والباحثين فخفض الصوت وهدوء الحركة وعدم الاستثار بالكتب ذات النسخ القليلة في المكتبة كل ذلك يساعد على نجاح العملية التعليمية ويساعد أيضا على نجاح البحث وكتابته بدقة وأناه كما أن من أداب التعامل مع المكتبة التعاون مع الآخرين إرشادا إلى موضع الكتاب وبيانا لشيء مجمل وتوضيحا لشيء غامض حتى يكون الباحث في المكتبة كالشمس تضيء للناس وتضيف إليهم جديدا وتبعت فيهم الدفء والإنسانية أيضا المكتبة لا تصلح لأفعال الناس من المأكل والمشرب وحكايات وسمر وروائح كريهة واحتكار مكان أو موقع مفضل أو غيرهما بل إن المكتبة تعد مكانا عاما لنفع الجميع فعلى الجميع أن يحافظ على هذه المؤسسة التي ليست إلا ملكا لكل عاقل باحث تحتاج الأمة إليه وهكذا نكون قد وقفنا على بعض آداب التعامل مع الكتاب وآداب التعامل مع المكتبة والآن سنقف مع نقطة أخرى من نقاط مادة البحث والمصادر وذلك في الصفحات التالية ترجمة نانسي قنقر